افتتح وزير العدل المستشار عمر مروان ما قرى فرع الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر بحضور المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة الجدير بالذكر أنه في عهد المستشار محمد بكر تم تطوير وإنشاء مشروع إنشاء وتشطيب مبنى الهيئة بمحافظة سويس ومشروع رفع كفاءة مبنى الهيئة بالغردقة في محافظة البحر الأحمر كذلك مشروع رفع كفاءة مبنى الهيئة بالعطرين بمحافظة إسكندرية فضلا عن مشروعي رفع كفاءة مبنى الإدارة العامة للهيئة بالمهندسين بمحافظة الجيزة وإنشاء وتشطيب مبنى الهيئة بحضائق أكتوبر بمحافظة الجيزة الحمد لله بتوفير ربنا سبحانه وتعالى ربنا أكرمنا ووفانا النهاردة أن نفتتح مبنى هاية قضايا الدولة بحضائق أكتوبر وده صرح عظيم وكبير تم تشيده على مساحة 2115 متر من إجمالي مساحة 6000 متر على قطعتين 90-91 بمنطقة حضائق أكتوبر والمبنى مكوم من بدروم وأرضي وأربع أدوار متكرر والحمد لله تم تدعيمه بأفضل وسائل التكنولوجية ووسائل الحماية ومنظومات الإدفاق والحريق كان يتعين أن يكون لهيئة قضايا الدولة فرع أو أكثر في كافة محافظات وربوع مصر خاصة وأن الدستور المصري الحالي قد نصع على ضرورة أن تقوم الدولة بتقريب جهات وهيئات القضائية وجهات القضاء للمواطن المصر فلذلك كان من الأهمية بمكان أن يتم إنشاء فرع جديدة أولا لكي تواكب العدد الكبير الذي يرفع في القضايا وكذلك لكي تستوعب عدد أسادة أعضاء ومستشاري هيئة قضايا الدولة